هكلم حضراتكو بقى عن موضوع تالت دلوقتي في حلقة النهاردة وهو عن عملية الطهارة للأطفال الذكور العملية دي أو الموضوع ده برضو فيه لغط شوية وفيه ناس بتختلف عليها المعلومات أو بيبقى عندهم تشوش لأن بيلقوا ناس بتتكلم في موعيد إجراء الجراحة دي وهي جراحة بالمناسبة يعني بس مش جراحة ميجور مش جراحة عظمة يعني تمام وفيه ناس تاني يقولك لا أنا ابني يقولك أنا عملوله عملية الطهارة دي وقت الولادة فواحد تاني يقولك لا ده أنا عملتها لما تم شهر ونص واحد تالت يقول الله ده احنا عملناها لابننا وهو عنده 14 شهر فكل واحد بيفتكر إن إيه يا ترى إيه الصح يا ترى إيه الغلط وطبعا أنا بتكلم عن طهارة الأطفال الذكور تمام طيب أول حاجة هنقولها هي الموعد المناسب للموضوع ده الموعد المناسب أو الموعد هنا بقى خلوني أستعير كلمة المثالي مش المناسب بيكون ما بين اختيارين أو معادين يعني الموعد الأول هو إنه يتم في نفس يوم الولادة في نفس اليوم وأحيانا بيتم بعد الولادة بدقائق يعني بيجي الطبيب المختص بإجراء هذه الجراحة وبالمناسبة في تخصص جراحة الأطفال اللي بيعمل العملية دي لهم ده كترة أمراض النساء والولادة ولا ده كترة التخدير ولا ده كترة الأطفال هقول تاني اللي بيعمل عملية طهارة للأطفال الذكور مش ده كترة النساء والولادة ومش ده كترة الأطفال ومش ده كترة التخدير أمال إيه التخصص بتاعهم؟ تخصص جراحة الأطفال